فيها أبدو استياءا واضحا من هذا السلوك طبعا الفكرة هناك في مجل الشوري بس هو بيتعاملوا هناك بشكل مختلف الدين ده مسألة تانية خالص خلاص مش مفروض أن رجل الدولة يكون بعيد عن الدين صحيح خلاص إنما الدين في سلوكه مش في شكله أنا مش عايش شكلك رجل الدين ومش في فكره يا حبازة لو أنت رجل الدين شكلك رجل الدين ينقل الوطن إلى الدين أو الإسلام ليس فيه حاجة اسمه رجل الدين بالمناسبة الإسلام فيه عالم 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 دين ده الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي فاحنا فيه وضع ملتبس جدا 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 إذا عايزين نبني مستقبل لهذه الدولة يبقى عندنا فيه خطط تكون بعيدة النات أولا ما يفعله الإخوان المسلمين حاليا بيعملوا عملية إقصاء منظمة لعدد من الناس هناك ويقدروا يجرحوا على فكرة يقولك ده كان حزب وطني ده مع المجلس العسكري ده مع المجلس مش عارف ايه ده ده يوقف ضدنا في الحتة فهنا ده كان بيكتب ضدنا في كذا يعني هم جاهزين بالتصنيف ده لأ إذا أنت عاوز تنجح دور على الكفاءة في كل موقع وهاتوا بغض النظر عن انتماء الستياس حتى لو أنت مختلف معك هتنجح أي لو عملت ده هتنجح إذا عملت اللي أنت ماشي عليه بأنت مصر أنك أنت تعمل إقصاء لعدد كبير لأن القوة الفعلية لأخوان المسلمين على أرض الواقع لا تزيد عن 20% أي القوة الفعلية بس التنظيم بتاعهم يخليهم ياخدوا فوق الستين أي التنظيم يخليهم يصلوا فوق الستين ده اللي بيحصل وبالتالي إحنا محتاجين يبقى عندنا فيه فكرة لقدام إحنا عايزين إيه من الدولة المصرية عايزين دولة مدنية الدستور كان يجب أن ينص على زيك سر أرجعك بقى الحتة اللي احنا قلناها وضيعنا منها كلام كتير أنا آسف أن الأخطاء التاريخية اللي موجودة في مرحلة انتقالية هي مرحلة الدستور أولا أيوة وفقية تعالي السلمي التي لم ننتهز الفرصة ده نتيجة ده نتيجة للمصار احنا كل ده محاولات لإصلاح المصار الغلط ده أي تمام الشئ التاني أنك أنت تركت الوضع الأمني يا سوق اعتبارا من يوم حاجتين حظر التجول الهيكلي هذا اللي حصل مش حظر الرسم تفاكرة حظر أبو غزالة زمان الله يمصيب الخير الله يرحمه كان في 86 كانش فيه مخلوق يا درعدي بعد تشارع ما كانش فيه مخلوق فحظر التجول كان يجب أن يكون حسما حتى يعطي إحساسا بالقوة الشئ التاني في حدثة إنا الشهيرة المحافظ لما راح هناك وإلا مش عايزين محافظ المسيحي وابتدى يبقى فينا النعرة الدينية موجودة وقبل الأمر وفي نفس الوقت لما قاعدوا وقطعوا شريط السك الحديد لمدة أسبوع لم يتم التعامل معهم بحسب فالتالت سلسلة من التراجعات وإحساس بضعف الدولة بشكل عام والتراخي والنحية التانية على مستوى السياسي وبالتالي وصلنا لهذا اللي احنا فيه دلوقتي إنما كان يأأ بأي مقياس من مقيس كانت كل العمليات السياسية النزيهة الشريفة سوف تؤدي لوصول الطيار الديني للحكم بس هذيك أنا أتوقف عنده يعني أنا بقوله ده ما كانش عشان نعطلهم على الوصول الحكم إنما عشان ننظم المسألة هل كان مقصود المصاد كان مقصود يوم أن جلست لجنة البشري وقامت بعمل التعديل لا لا خالص لم تكن مقصود لم يكن مقصود وما قدرناش يوم وثيقة علي السلمي ما قدرناش برضو إننا نستغل ده كان خطأ تاريخي ده خطأ تاريخي كان ممكن أننا ننقذ مصر في هذه اللحظة آخر محاول وبكل أسف أن المجلس العسكاري نفسه هو اللي تراجع وقبل أنه ما بقاش في حاجة رغم أنه كانت الوصيقة كان يعلم بها علم اليقين وكان مشاركا فيه إنما هو تراجع عنها وبكل أسف ذبحت حكومة أصام شرف وذبحت دكتور علي السلمي بهذه الوصيقة إنما التاريخ يشهد لهذه الحكومة ولهذا الشخص الآن بعض التراب حتى تنع الفرق والحقيقة ذولي ما ذول من دينا في الموضوع لأن يعني جعلوا المسألة كلها تبدو كأنه قرار شخصي منه قعد وكتب المدى 8 أو 9 والحقيقة هم كان بموافقتهم الأخطر بقى ومعلومة للتاريخ في اليوم السابق معلومة للتاريخ انتبه أنه في اليوم السابق لهذه المليونية كان هناك تخوف منها حصل فيه لقاءات على مجتوى سياسي بين الحكومة وبين أعضاء فيه الإخوان المسلمين كان يوم السلم الدكتور محمد مرسي وكان يوم السلم الأخ محمد عبد المقصود وقعدوا مع الدكتور عسام شرف وفي عصر اليوم السابق مباشرة خميس لقابل جمعة السلم دي قال لك اتفقوا على خلاص أنه التعديلات اللي في الوثيقة وقبل الأمر وقالوا خلاص أبو المليونية بتاعت بكرة قال لك لا ما فيش مشكلة بقى خلاص دي نعملها زي تأييد لهذه الوثيقة الجديدة وطلع الأمر بشكل مختلف خالص وانتهى الموضوع هذه المليونية أنا بأعتقد أنها كانت خطأ كبير جدا إنما كان خطأ على المستوى السياسي في حق الدولة المصرية إنما كان يجب إنه في هذا التوقيت إن القوى اللي برالية بقى تتعفف إنها تقوم بحاجة إنما لا نتعفف ليه لازم نطلع في اليوم التاني نعمل مشكلة ولازم يحصل فيه مشكلة تانية إنه الناس اللي في الميدان تتطرد من الميدان اللي هم الأسر الشهد اللي كانوا موجودين المناسبة ما عادش حد بيجيب سريتهم دلوقتي إنه أسر الشهداء مش كان في الانتخابات الشهداء وأسر الشهداء ولن ننسى الشهداء في كل حاجة في كل حاجة فكان يعني يعني في هذا التوقيت حصل إنه فيه طرد لهؤلاء كان فيه واضح النهار فحصل فيه احتكاكات فحصل فيه استفزاز فابتدى الناس تقعد في التحرير وابتدى محدش فهم إيه اللي بيحصل وبعين بقى ما تم حدث من التجاوزات في الهجوم على وزارة الداخلية وخلافه كان السبب هو مليونية الإخوان التي حدثت يوم الجمعة أعتقد كان 17 فبراير ده كلام خطير يا فاني ترجمة نانسي قنقر